بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله احنا وسلم حضراتكم في المحاضرة الخامسة النهاردة هنتكلم على الجزء التاني من الدومين الخاص بالcleaning والdisinfection والsterilization احنا المرة اللي فاتت كده اخدنا فكرة نظرية يعني ايه cleaning يعني ايه disinfection و ايه المواد اللي بنستخدمها فيه يعني ايه sterilization وهي انواع التكنيكس اللي احنا بنستخدمها في الsterilization يعني وقلنا كلام نظري كتير وكلام في حفظ كتير النهاردة ان شاء الله هنشوف الكلام ده عملي يعني هنحاول نطبق الكلام ده عملي على قسم التعقيم المركزي وقسم المناظير هنشوف الديزاين بتاع قسم التعقيم المركزي هيكون عامل ازاي الcleaning بيحصل ازاي الsterilization بيحصل ازاي وبعد كده بعد ما نخلص في حتة في الاخر كده عن القصة الخاصة بتاعت تطهير المناظير احنا قلنا المناظير ده من الحاجات اللي بتحتاج high level disinfection فهنشوف بنعمل القصة دي ازاي المناظير قسم المناظير دايما بيكون في غرفة الغرفة دي اسمها ايه غرفة نسير وتطهير المناظير هنشوف ازاي بنقص المطهر المناظير دي ايه الاختبارات اللي احنا بنعملها لها وازاي بعد كده بنخزن المناظير تمام فان شاء الله الجزء النهاردة الكلام النهاردة practical اكتر من انه هو نظري يعني هتلاقوني مش بتكلم كتير من سلايدز تمام سلايدز فيها الكلام بتاع الشابتر بتاع الابك احنا هنقوله الكلام كده كده هنقوله بس هنزود حاجات من عندنا شويان تمام فبسم الله يلا نبتجي احنا خدنا المرة اللي فاتت ان الكليننج هو بس ان انا بشيل اي مواد موجودة على الالة اي مواد عضوية موجودة على الالة مش بموت اي ميكروبز بتبع موجودة عليها هي بس انا بعمل لها غسيل بعمل لها تنظيف تمام ودي اهم خطوة في الديكنتامنشن سايكل كلها احنا قلنا هو ياما بيحصل كليننج وديس انفكشن ياما بيحصل كليننج وستيريليزيشن او بيحصلش كليننج وديس انفكشن وستيريليزيشن يعني بيحصل تنظيف التنظيف ده معاه يا إما تطهير يا إما تعقيم لكن ما بيحصلش تنظيف وتطهير وتعقيم حلو الكلام طيب أول حاجة خالص هنتكلم عليها دلوقتي معنا الدكتورة ويصال خلصت بالكنترا وبتاعتها وقلعت كل أسنان البيشنت اللي معاها وخلاص دلوقتي خلصت بالكنترا والأدوات الملوثة اللي كانت شغالة بيها هتعمل فيها إيه هتغسلها عندها في العيادة بتاعة الأسنان ولا هيودوها قسم التعقيم كده مش مقصولة ولا هيحصل فيها إيه اللي بيحصل حاجة اسمها pre-cleaning الcleaning الأساسي بيحصل فين بيحصل في قسم التعقيم المركزي تمام طيب الدكتورة وصل عندها أو الاسيستمت اللي معاها هيعمل إيه بيعمل حاجة اسمها pre-cleaning إيه pre-cleaning يعني بيغسل هو الألات لا بيحط الألات دي في منظف إنزيمي كان الكلام ده بيحصل برضو يعني بنحضر كده enzymatic solution زي ما احنا شرحنا المرة اللي فاتت بيحضر منظف إنزيمي أو محلول منظف ويحط فيه الألات دي علشان إيه؟ علشان الحاجات اللي عليها ما تنشفش لو عليها بلد لو عليها أي فلويدز ما تنشفش علشان العملية بتاعة الغسيل في قسم التعقيم تبقى أسهل تمام؟ طيب بعد ما بيحطها طبعا بيحط الألات دي ويسيبها اليوم كله لحد ما يخلصوا كل الحالات علشان ياخدوا الحاجات دي ويقدوها مرة واحدة لقسم التعقيم المركزي فالألات دي تقعد بقى بالساعات في المنظف الإنزيمي ده في المية دي فيحصل لها إيه؟ تبدأ تصدي وتبدأ الكفاءة بتاعتها تقل تمام؟ فعلشان يلقوا حل بديل للموضوع ده قال لك لا احنا مش هنعمل كده احنا دلوقتي بنستخدم فوم زي ما احنا شايفين كده ده فوم أو جل على حسب اللي عندك تمام؟ هو ده ready to use يعني هو ده منظف إنزيمي جاهز للاستخدام متحضر وجاهز بعد ما بنخلص الشغل بالألات بيترش على الألات دي تحطه طبعا في كونتينر مقفول ويترش على الألات دي بس يعني احنا مش بنغرق الألات مش بننقع الألات لأن احنا لو فاكرين حضرات كل مرة الفاتت قلنا إن احنا عملية النقعة دي بتتم على حسب تعليمات الشركة لو قلت خمس دقيقة أو عشر دقيقة أو غيره لا احنا مش هننقع احنا بنرش المنظف الإنزيمي بس على الألات ليه زي ما قلنا للسبب الرئيسي اللي هو نمنع إن التشوز والبلود والحاجات دي يحصل لها دراينج أو تنشف على الألات تجف على الألات تمام وبعد كده بعد ما بنخلص الشفت بتاعنا أو لو القسم التعقيم عندي في المستشفى أو في المركز ليه مواعيد بناخد الحاجات دي نسلمها القسم التعقيم تمام أو الطريقة التانية اللي هو تلكوا عليها بس دي بتأثر على الكفاءة بتاعك الألات لأن وجود الألات في الماء طبعا فيه ناس بتعمل كارسة يعني مش كارسة كوارس فيه ناس بتنقع في سالاين وفيه ناس بتنقع في كلور تمام طبعا هو بيخلص على الألات خالص يعني بيبوز الألات خالص طبعا الألات العمليات دي بتكون ألات غالية ماشي فالطريقة الصحيحة إن احنا نرش على الألات الجل ده أو الفوم ده أعلي عليك كمان في الليفي اللي يبقى الأيديال إنك أنت تجيب الجل ده أو الفوم ده من نفس الشركة اللي أنت جايب منها المنظف الإنزيمي يبقى أنت أكده عملت الصح ليه بقى علشان العشان يبقى نفس الحاجة اللي ترشط على الألة بالإنزيمز اللي فيها بالكل الماتيريالز اللي فيها المنظفة هي نفس الحاجة اللي تنقعت واتغسلت بيها الألة بعدين تمام؟ يبقى أنت كده لو أنت عرفت تعمل لتنين دول وبقى أنت كده مية مية ماشي؟ يبقى دي أول حاجة اسمها إسمها الـ Pre-Cleaning أو الـ Point of Use Cleaning طيب لو هنعمل هذا السوكينج ما عنديش المنظف الإنزيمي وأنا هحضر المنظف الإنزيمي عندي في عيادة الأسنان أو في القسم يعني في العمليات أو في أي مكان هحضر المنظف الإنزيمي دوان أعفيل آلات وهوديهم مش هخليهم يعودوا أربع خمس ساعات لا ده أنا بس هسيبهم كده ساعة لحد ما خلص شغلي وبعدين أوديهم لقسم التعقيم هعمل إيه؟ أنقلهم بالمية بتاعتهم لا ما ينفعش لازم أفضي المية الأول أو محلول النقعة ده لازم أفضيه وبعدين نقل الآلات من غير محلول هي هتبقى رطبة هتبقى يعني لسه هي الآلات مبلولة أو فيها بوائل محلول ولكن ما ينفعش نقل الآلات نفسها بالمحلول اللي فيها ليه لأنه ممكن أنا وماشي يقع مني يتكبه يبقى ده إيه يبقى سبيل لأن ده مية ملوثة ده مية كنتامي نيتد أو ده محلول كنتامي نيتد تمام حلو الكلام طيب ده أول خطوة الخطوة الثانية نحن بنعمل بعد كده بنروح لقسم التعقيم لمنطقة الكليينج لمنطقة التنظيف قلنا قسم التعقيم الورك في لو بتاعه أو كديزاين لازم يكون مكون على الأقل من ثلاث أماكن سيباريتد المنطقة الأولين هي الكنتامي نيتد إيريا وهي الدي الكليينج إيريا اللي بيحصل فيها التنظيف ناشي الاريا التانية هي اللي بيحصل فيها الباكيجينج والستيريليزيشن بيحصل فيها التغليف ويحصل فيها التعقيم والاريا التالتة اللي بيحصل فيها التخزين تخزين الألات المعقبة الورك فلو لازم يمشي كده يمشي من أول الكليينج لحد الستيريليزيشن وان وي يوني ديريكشنال اتجاه واحد تمام ولازم زي ما قلنا يبقوا سيفاريتد عن بعض طب بالنسبة للفينتيليشن الاريا بتاعت الكليينج دي كنتامي نيتد إيريا فلازم تبقى نيجاتيب بريشور الاريا بتاعت البيكيجينج والستيريليزيشن دي بتبقى بوزيتيف بريشور الاريا بتاعت الستورينج أو التغزين بتبقى بوزيتيف بريشور برضو بس البرشور بتاعها أعلى من الاريا بتاعت بتبقى مور بوزيتف تمام يعني لو الاريا بتاعت الستيريزيشن فرق الضغط فيها اتنين ونص بسكال الاريا بتاعت التخزين هيبقى فرق الضغط فيها خمسة بسكال عشان الورك فلو بتاع الهوى او الارفلو يتحرك منين من التخزين لحد الكليني من الليس كنتامينات تو مور كنتامينات تمام طيب ده بالنسبة لنا كـ HVAC SYSTEM بيقول لك علشان عملية الكليني تتم بشكل صحيح ايه الايتمز اللي أنا محتاجها محتاج منظف انزيمي محتاج acceptable washing method طريقة غسيل مقبولة او معتمدة وبعد كده بعد الغسيل بنعمل drying او بنعمل rinsing تمام وبعد كده يعني الكلام ده كله هنشاه ماشي وطبعا اللي بيعمل ده كله شخص competent شخص ايه competent طيب العملية بتاعت الكليني هل أنا بستخدم فيها نفس المنظف او الديتيرجنت اللي أنا بستخدمه بغسل بيه لطباق في البيت هل بستخدم بريل بستخدم فيري بستخدم فيبة طبعا أنا بشوف اماكن بتستخدم الكلام ده الكلام ده مش صحيح احنا هنا بنستخدم احنا بنستخدم بنستخدم بقالات جراحية غالية فبنستخدم enzymatic detergent ومنظف انزيمي المنظف الانزيمي ده يحتوي على انزيمات ليها وظايف انهم اتليست بيكونوا تلاتة تلات انزيمات واحد اسمه بروتيز ده بيشتغل على البروتينز زي البلد والتيشوز والبصف والحاجات دي واحد تاني اسمه لايبيز وده بيشتغل على الليبيتز بيشتغل على الدهون واحد تالت اسمه أمايليز وده بيشتغل على الكربوهيدريتز بيشتغل على النشويات تمام طيب على اهم حاجة بالنسبة لي في المنظف الانزيمي ان انا اكون عارف ثلاث حاجات هما ايه الكنسنتريشن التركيز يعني هعرف احضره ازاي الحاجة التانية التمبريتشر درجة الحرارة اللي بيشتغل فيها المنظف الانزيمي ده ثالت حاجة الكنتاكت تايم زمن التلامس الكنسنتريشن يعني الشركة بتقول لي استخدم كاملي من المحلول ده لكل لتر مية تمام في شركات تقول لك على حسب طبعا الكلام ده بتلاقيه مكتوب فين بتلاقيه مكتوب في Instructions for use الجيركن او العبوة او البوطل اللي انت جايبها بتاعة المنظف الانزيمي بيبقى مكتوب عليها التعليمات دي كلها ماشي او بيجيلك معا كتيد اسمه الـ User Manual او الـ Instructions for use الـ User Manual ده مع الأجهزة الـ Instructions for use تعليمات الاستخدام او حاضرتك بتطلب من الشركة اللي جابت لك المنظف الانزيمي ده التعليمات دي تطلب منها حكتين تطلب منها الـ IFU دي الـ Instructions for use بتطلب منها تعليمات السلامة او صحيفة بيانات السلامة اللي هي اسمها Material Safety Data Sheet الـ MSDS دي ما تخصناش احنا كـ Infection Control بتتخص الجماعة بتوعي السيفتي ليه تعليمات السلامة دي او صحيفة بيانات السلامة دي بيبقى مكتوب فيها المنظف ده او المادة الكيميائية دي لو جات في عيني لو جات على جلدي اعمل ايه تمام طيب بيبقى ده اول حاجة الـ Concentration بيقول لك ناس احط 1 ملي لكل لتر اتنين ملي لكل لتر خمسة طيب الحاجة التانية الـ Temperature قلنا في بعض المنظفات الانزيمية لازم بتشتغل لها الـ Effect بتاعها بيكون في درجة حرارة معينة زي مثلا يقول لك ان المنظف الانزيمي ده بيشتغل في درجة حرارة من 30 ل 55 فحضرتك لازم لما تيجي تحضر المنظف الانزيمي هتحافظ على درجة الحرارة دي يعني هتستخدم مية دافية وهتعمل لها منوتيرنج لازم يكون معاك ترمومتر تمام الحاجة التالتة هي الـ Contact Time بيقول لك انك انت بتستخدم او بتنقع الالات في المنظف الانزيمي ده من 3 ل 5 دقائق او 10 دقائق على حسن ما بيقول لك في تعليمات الاستخدام ماشي طيب يبقى ده استخدام المنظف الانزيمي المنظف الانزيمي نفسه اللي احنا بنستخدمه ليه مواصفات برده لازم يكون Neutral او slightly alkaline ماشي زي ما قلتلكم مرة اللي فتت لو انت في مواصفة فنية بتعمل فحص فني لكذا منظف الانزيمي جاي لك انت الشركة هتشتري او سوري المستشفى عندك هتشتري عايزة تعمل ممارسة عشان تشتري منظف الانزيمي وحبك في اللجنة الفنية وانت هتفحص تختار مين احسن واحد الـ Neutral لو كلهم Neutral او لو ما فيش فيهم Neutral هتختار اللي تعليمات العمل بتاعته اسهل مش مش مثلا مش مش محدد درجة حرارة معينة يشتغل في المنظف ليس بيقولك لا بيشتغل في التاب وطرمية الحنفية عادي المية العادية هيكون ده افضل من غيره تمام؟ كلهم فيهم نفس القصة شوف الشركة اللي بتديك ماتيريالز اكتر فيديوهات بتديك بوسترات بتدرب لك الناس بتطلع الناس اكتيفتيز الشركة اللي بتعملك اكتيفتي اكتر طبعا كل ده انت بتعمله يروحيك بتاع المشتريات يرمي الكلام ده كله ويختار الشركة الارخص تمام؟ الكلينج ليه كذا طريقة اول واحدة منهم هي المانيوالكلينج 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 اما بشتغل مانيوالي بغسل كأن كده بغسل المواعين في الحض اما بستخدم غسالة اطباق او غسالة الات تمام؟ طيب المانيوالكلينج زي ما احنا شايفين في الصورة كده البش مهندسة اللي بتغسل دي لازم تكون لابسة فول بي بي زي ما احنا شايفين دي بتتعامل مع مواد ملوسة آلات ملوسة ومواد كيموية يعني يجايلها الريسك من كل حتة تمام؟ طيب لازم تكون لابسة اوفرهيد عشان هي يسبلاش عليها ولابسة جوجل او فيس شيلد ولابسة سيرجيكا المسك ولابسة جون عليه المكنتوش ده طبعا عشان يحمل جون ان هما يتبلش بالمية ولابسة السكراب بتاع القسم يعني اليونيفورم بتاع قسم التعقيم بيبقى له اليونيفورم خاص بي تمام؟ ولابسة طبعا الجلافز ولكن الجلافز ده مش صح المفروض هنا تلبس ايه هي؟ ايه نوع الجلافز اللي هي تلبسه هنا؟ تنمتوا مني ولا ايه؟ طيب الجلافز اللي المفروض تلبس هنا الجلافز الهيفي ديوتي الجلافز السميك او الجلافز شديد التحمل ممتاز جميل ليه؟ لان هي بتتعامل معقلات حدة بتتعامل معقلات عمليات فممكن يحصلها بسهولة ندل ستيك انجلي تمام؟ فلازم هنا تتعامل مع سوري تتعامل مع القلات بهيفي ديوتي جلافز الجلافز اللاتكس ده او النيترايل ده اللي هي لبسها ما ينفعش هنا ناشي؟ طيب ولبسة تحت فرجلها لازم تبقى لبسة بوت او لبسة يعني شوزة تبقى مقفولة من قدام علشان برضو القصة دي عشان لو حاجة وقعت اه لو وقعت منها هي وشغالة بتغسلها او هي بتجفلها او تعمل اي حاجة ما تتعورهاش فلازم تبقى لبسة بوت او حاجة مقفولة تمام؟ طيب خلاص احنا كده خلصنا البي بي ايه طيب نفش في العملية بتاعت الغسيل نفسها العملية بتاعت الغسيل نفسها زي ما احنا شايفين كده بتحصل في حوض عميق اهو حوض ستلس عميق تمام؟ طيب النقع لو انا هنقع في نفس الحوض لازم الحوض يكون مدرج يعني ايه مدرج وانا قلت ان انا فيه كونسنتريشن معين هستخدمه للمنظف الانزيمي فانا لازم اكون اعارف الحوض ده هو 15 لتر ولا 20 لتر ولا 30 لتر فيفضل ان احنا الحوض يكون مدرج هو اصلا مدرج طيب لو هو مش مدرج احدده انا املى الحوض لو انا مثلا بحضر كل مرة 15 لتر املى الحوض لحد 15 لتر تمام؟ واعمل علامة عشان كل مرة اجي املى لحد العلامة دي كأنهم 15 لتر انا حضرتهم واشوف الشركة بتقول لي حط لل 15 لتر دول كام يعني لو بتقولك حط 1 ملي لكل لتر بعد حط 15 ملي لل 15 لتر دول من المنظف الانزيمي حلو الكلام؟ طيب وبنقع هنفترض ان احنا كنا بننقع 5 دقائق بننقع الالات في المنظف الانزيم 5 دقائق تمام؟ وبعد كده بجيب ال وانا موجود في المنظف الانزيمي بجيب الالات بتاعتي وبجيب الفرش بيضع معانا هنا فرش اعمل ازي فرش الاسنان كده بس كبيرة شوية واغسل الالات يعني اعمل لها براشينج وهي جوه الحود مطلعهاش بره الحود وهي جوه الحود ده اعمل عملية البراشينج ده تمام؟ مطلعهاش بره اشو ما يحصلش سبلاش وما بوصش الدنيه وانا جوه الحود ده ابدأ ايه؟ افرق الالات او اعمل براشينج للالات بالفرشة اللي معايا ماشي؟ طيب وبعد ما اتخلص من المنظف الانزيمي خلاص هتخلص من المنظف الانزيمي هفتح الحود يروح المنظف الانزيمي يروح الصرف ابدأ بقى استخدم ايه؟ استخدم الحنفية بتاعتي واعمل ايه؟ واعمل شطف الالات اشطف الالات تماما بقى من ايه؟ من كل المنظف الانزيمي اللي موجود عليها تمام؟ يبقى انا كده عملت اول مرحلة اللي هي مين؟ اللي هي الغسيل المانيول كلينينج طيب وبعد كده اروح ايه؟ اخد الالات دي عشان اجففها هيجي القصة بتاعت التكفيف العشانobs ساخنالم الدولات الدولت في القصة بتاعت الغسيل بس هذه اول طريقة اليها المانيول كلينج تمام؟ طيب ايه الالات اللي ينفع اغسلها مانيولي كل الانت انا بغسلها على حسب تعليمات الشركةذية من اللي بيسحبوا بيها العينات. آلات جاية من المعمل بتاعة البون مارو اسبيريشن وبيوبسيز. آلات كتير يعني هتلاقي المستشفة كلها جاية لبالك آلات. آلات من عند الدكتورة ويصال بتاعة الأسنان. آلات كتير. فكل آلة جاية لك. لازم تعرف طريقة الغسيل والتعقيمة لحسب تعليمات الشركة بتاعتها. كل آلة بيبقى معها الانستراركشن بتعرف بيبقى فيها كده حتة خاصة بالكليينج والديس انفكشن والسيريزيشن. اعرف منها القصدوي وياريت ياريت يكونوا الشباب بتعود تعقيم معاهم في قسم التعقيم نسخة من الانستراركشن زفوريوز دي. تمام? طيب. اي امثلة على الحاجات اللي احنا ينفعنا نغسلها مانيولي. طبعا دي يعني بنقولها عشان ابتجي لك سؤال في الامتحان. آلات الابثلمولوجي. آلات العيون. المايكرو سيرجيكال انسترومنس. اللينسد انسترومنس. الحاجات اللي فيها العدسات. طبعا العدسات دي بيستخدموها في المناظير وبيستخدموها في العمليات. الفليكسابول والسيمي ريجد اندسكوبس. الفليكسابول اندسكوب ده اللي هو المناظير اللي هي الريجد اللي هما بيستخدموها في العمليات الجراحية. دي طبعا بتخش ستيروليزيشن. ماشي? دي امثلة للحاجات دي. ولكن قلنا الاصل في الموضوع هو مين؟ هو تعليمات الشركة المصاحبة. يقولك الانسترومنس is difficult to clean. الحاجات اللي فيها تجويف كتير. الحاجات اللي فيها ااا قطع كتير محتاج انها هتتفك. تمام? دي الحاجات دي بتتغسل زي الانبوباج مثلا. الحاجات دي يفضل انها هتتغسل مانيول. تمام? طيب. حتة مهمة من القصة بتاعة الغسيل. لوالة فيها тجويف اوالات فيها الالات فيها قنوات او فيها تجويفات لازم اضخ المنظف الانزيمي اللي انا محضره ده جوه الالة تمام وبعد كده اشطف طب هضخ المنظف الانزيمي ده ازاي بسيرنج خلي عندك سيرنج تسحب ديها المنظف الانزيمي ده واتضخه داخل القنوات دي بتاعة الالات وبعدين تشطفها ازاي بيبقى عندك مسدس مية زي ده ماشي زي ما احنا شايفين هما بيعملوا كده ومسدس المية ده بتضخ ايه المية او المنظف الانزيم عشان الحاجات اللي جوه دي تطلع لان هي التجويف دي او القنوات دي جواها ايه جواها يبقى جواها فليويدز وجواها بلد وجواها مصايب سودة تمام فانت لازم تضخ المنظف الانزيم ده عشان يدوب الحاجات دي وبعد كده تضخ مية جامد بمسدس علشان يتخلص من كل الحاجات اللي جوه دي تمام لو ما عندكش مصادس مية سيرنج للمنظف الانزيمي وسيرنج للمية اللي هتعمل بيها الشطف او هتعمل بيها الرنز ماشي طيب طبعا القصة بتاعت التمبيريتشر بتاعت النقع قلنا لازم تبقى مونيتورد ودكيومنتد يعني لازم بقى فيه سيجل عندك في المكان بتبقى كاتب فيه درجة الحرارة بتاعت المنظف الانزيمي أثناء الاستخدام ماشي طب المنظف الانزيمي اللي أنا حضرته واستخدمته ده خلاص بيتغير كل قد ايه بيتغير بعد كل استخدام بيتغير بعد كل استخدام يعني ما سيبوش اليوم كله أنا شغال عليه شغال انقع واشل الالات واشطفها ودخلها دعاقين وانقع في نفس المنظف لايباش الحاجات دي لها لها تركيز دي مادة كيميائية لها تركيز بتستخدم مرة واحدة بس وزي ما قلنا هو أصل ايه درجة حرارة انت لو استخدمتها عن درجة حرارة 40 وانت لو جيت بعد ساعة او بعد ونص ساعة تلاقيها درجة حرارة 20 وبقيتش 40 فبيتغير بعد كل استخدام ماشي طب خلصنا القصة بتاعة الغسيل بنخش في القصة بتاعة التجفيف الدراينج الدراينج بيحصل بحاجة من الاتنين يعني ما بمسدس هو خصوصا للحاجات اللي فيها قنوات وتجويف بيحصل بها التكفيف او باستخدام الفوط الفوط لازم تكون ايه مايكروفايبر لازم تكون مايكروفايبر ما تطلعش وبر ننفعش تبقى قطمي لازم تبقى مايكروفايبر تمام خلصنا من القصة بتاعة الماني والكلينج نخش على الميكانيكال كلينج غسالة الاطباق الميكانيكال كلينج بيحصل بطريقة من الاتنين واحدة منهم اللي هي غسالة الالات أنا بقول غسالة الاطباق عشان تفتكروا يعني قصة غسالة الالات والطريقة تانية حاجة اسمها الالتراسونيك ايه هو الالتراسونيك ده مين الالتراسونيك اهو الالتراسونيك ده جهاز بيطلع موجات صوتية عالية التردد وبيبقى محطوط فيه هنا من فوق في الحلة ده او في الحد ده بيبقى موجود مية ومنظف انزيمي برده تمام يعني هو اصلا بيتحطوله برده منظف انزيم بتحطي هنا مية ومنظف انزيم محلول يعني محلول منظف فيروح الجهاز لما يشتغل الموجات ده تعمل ايه تطلع بابلز هنا في المية دي البابلز دي بتعمل خلخلة في التشوز والأورجينيك ماتيريالز اللي موجودة على الالات فتدوبها تمام يبقى دي طريقة ايه دي طريقة شغله باختصار شديد اسمه اسمه التراثونيك كلينا ولكن الالتراثونيك ده هو ليه ميزة وليه عيب ميزة في الحاجات اللي مش سهل انك انت تنظيفها مانيول عيبه ان هو اضعف طريق التنظيف يعني لازم الالات اللي تكون داخل فيه متبقاش هيفلي كنتاميناتد الحاجة التانية انك انت تكون يعني عملت لها بريكلينيج على الاقل بطريقة او باخرى يعني تمام ولكن لو هي قالة ديفيكلت بتستخدمها ايه بتستخدم لها الالتراثونيك ماشي لبقى ده الطريقة التانية الطريقة التالتة طبعا برضو نقوله الكلمتين اللي هنا الالتراثونيك كلينار بيقولك ان هو لازم يتفضى ويتشطف ويحصل له ديس انفكشن كل يوم على الاقل والافضل بعد كل استخدام تمام طيب الكلينيج سوليوشن اللي هو قلنا اللي هو بيبقى في الحود اللي هو المنظف المحلول المنظف نفس القصة بيتغير برضو بعد كل استخدام وفي نهاية اليوم خالص بعمل هي شغال بكفاءة ولا مش شغال بكفاءة في حاجة من الـ Quality Control Program في قسم التعقيم الـ Quality Control Program في قسم التعقيم بيشمل الحاجات بتاعة الـ Cleaning ويشمل الحاجات بتاعة الـ Disinfection ويشمل الحاجات بتاعة ال-Sdomicalization برضو يعني هي قصة مش بس مقتصرة على المؤشرات بتاعة التعقيم لا ده احنا كل بروسس بنعملها ليها حاجة تبين هي شغالة ولا لا او هي شغالة يعني هي افكتف ولا لا من الحاجات بتاعة الالتراسونيك هي مين هي حاجة اسمها الكافيتيشن تيست ايه الكافيتيشن تيست ده بيجيبوا كده ورقة فويل ويحقوها في المحلول الانزيمي اللي احنا محضرينه في الالتراسونيك ويشغلوا الالتراسونيك الموجات بقى اللي بتطلع من الالتراسونيك بتتخرم او بتقطع ورقة الفويل دي هوريكم عليها فيديو دلوقتي يشرح لده قصة بتفصيل تمام لحد دلوقتي الدنيا ماشية ولا لا اصلا بقلق من الهدوء والعدد بيقل فانحسس ان الناس ايه اه يعني ربنا يستر طيب جميل طيب الحمدلله انه بص مع بعض على الفيديو ده فين 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 الشاشة ظهرت عند حضراتكم ظهر الفيديو جميل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 تمام؟ اشتركوا في القناة 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 بردو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الالتراسوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ديورنج اشتركوا في القناة 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 تتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ي finalmente تجريviamente سنبدأ في القناة اشتركوا الفيديو اشتركوا في القناة هذه هي طريقة ثالثة يبقى احنا يقولنا الوبزيرفيشن هي طريقة البروتين تيست هي طريقة والطريقة الثالثة هي الاتب هنشوف دلوقتي بتحصل ازاي مجتمitting مظلم just a bit later. أِنَنْ يُنْ مَا يَنْ نَنِنَا تِنَّمَا يَنْ إِنْرَيْنَا تُحصير قَعًا أَنْ كتبіكو لخطاتك أِنِنَا أَنِنَا يعني نظيف التأشير لماذا نفكر الجلال تُحصير أَنًا تُحصير تِنَا أَنْ نَحصير تُحصير صحيح يحصي ثلاثي تحصير wait for the test between thumb and forefinger so you can easily rotate the swab touch the swab to the surface of the instrument and apply enough pressure to cause the wand to flex move your swab back and forth along the entire surface of the instrument during sample collection rotate the swab to ensure sufficient contact between the swab and the instrument being sampled تقريبا مرات إعادة المعلكة على سبيع المعلكة إلى الل 있는데 يدى على تقريبه التركيز المعلكة لقيم المعلكة فلن محلق البعض insert the test into the clean trace luminometer LX25 and follow the on-screen prompts to take a measurement in 10 seconds or less you'll see the result a quantitative RLU value if the RLU value is above the facility designated threshold the instrument should be re-cleaned and re-tested according to your facilities policies and procedures and always refer to the product manuals or the product instructions for use for a system overview and detailed walkthroughs of additional sample collection procedures visit 3M.com we took 3 different directions to define the manual cleaning or automatic cleaning which are direct observation and protein test and ATP let you know that this method will help you to use it too so if you want to do verification not only in the treatment so if you want to do it you can see the performance of the staff in your office in the environment cleaning we have to do it in the environment so you can see the performance of the staff maybe after underscoring the surface you can use the ATP test so you can see the performance of the protein test so that you can see the details and you can see to the service of the client so we can see the overall performance of the client so we go further into the maintenance ونخش على الباكيجينج تمام الاريا بتاعت الباكيجينج والستيرولايزيشن لازم تكون ايه تكون سيباريت زي ما قلنا عن الكلينينج ارية طيب الباكيجينج احنا بنعمله بايه بحاجة من الاتنين اما اللي احنا شايفينها في الصورة دي اسمها الباويتش اسمها الباويتش اللي هي اسمها الباويتش تمام دي اللي احنا بنغلب فيها الالات طبعا دي بنستخدمها للالات الخفيفة الالات الخفيفة اللي هي زي الحاجات اللي احنا شايفينها دي الالة واحدة بس انا ههغلفها فيها تمام مزيتها ايه مزيتها ان هي شفافة هي فيها وش وش ورق الوش الورق طبعا ده علشان الستيم او البخار يخترق او المادة المعقمة تخترق منه الالة والوش الورق ده علشان اشوف الالة واشوف الانديكيتور غير لون ولون ولا ملونش دي اول طريقة للتغليف او للتبكيت الطريقة تاني هي الراب ان انا استخدم حاجة بنقول عليها ورق زي اسمه ورق الكريب ورق الكريب ورق كده لونه ازرق او لونه اخضر ورق كبير بنعق او بنغلف به صواني العمليات وفيه طرق تالتة اللي هي وفيه حاجة تالتة اللي هي ناس بتستخدم الفوط الفوط القماش كل ده اكسبتد ولكن الاشهر في الاستخدام هي البيل باوتش دي تمام البيل باوتش دي برضو من مزاياها ان هي بيبقى عليها انديكيتور من بره ان ت şekl noi الكامل المبلغ بين الوقت ان اقش出去 من ناس خارجل وهنا خطوق الاحد ولكن زي ما قلنا بنستخدمها في طرق الخفيفة والمشي بالتغليف ويمكن انسطه عمليات كبيرة ويمكن ان استخدمها بنصد توني الحاجات الخفيفة ولكن م其ق Church خلصنا كده القصة بتاعت الكلينيج والباكيجينج نخشها القصة بتاعت الستيريولايزيشن دي اريا مع القصة بتاعت الباكيجينج يعني الاتنين ينفعوا يبقوا في مكان واحد ودي ريستيريكتد اريا يعني محدش يخش فيها غير الاسطاف بتوع التعطين بس تمام طيب الاوتوكلاف اللي عندي او الستيريولايزر لما اجي احط فيه خلاص انا انا غلفت الالات وبكتها وحطيت جوه كل واحدة المؤشر بتاعها لما اجي ارصها في الاوتوكلاف ارصها ازاي هل احطهم كده كلهم على بعض واللي يتعقم يتعقم واللي متعقمش متعقمش لا اللودنج بتاع الاوتوكلاف ليه طريقة ليه طريقة ازاي احنا عارفين ان اللي هيعقم الالات في الاوتوكلاف هو مين هو الستيم صح كده ستيم يعني بخار فانا عايز امنع عملية التكثيف ان انا احول البخار ده المية فعلشان كده الالات الكبيرة لازم تتحط تحت ويتحط فوق الحاجات اللي هي متغلفة بورق او الحاجات اللي هي هتتبلي يعني هي حصل لها بقى لازال اقمشة والحاجات اللي مغلفة بورق تمام؟ لان انا لو عكست هحط الالات الكبيرة والصوان الكبيرة فوق البخار بيطلع من تحت الفوق فيحصل له تكثيف فينزل كأنه مية على الورق والقماش والحاجات اللي متغلفة دي تحت تمام؟ طيب دي حاجة الحاجة التانية ان انا بروس احنا عندنا صور انا جاب صور الحاجة التانية ان انا بروس الصواني بشكل ايه بشكل هوريزينتالي كده بشكل افقي بص كده الصور دي الصور دي انا جيبها منين جيبها من الايمي ايه الايمي دي؟ الايمي دي اكبر مؤسسة بتنزل جايدلاينز خاصة بالتعقيم بالتعقيم وبالمناظير وبالمية بتاعة الغسل الكلب والحاجات دي تمام؟ طيب بص كده الحاجات اللي هي متبكتة اللي هي القماش والحاجات اللي هي متبكتة في حاجات ورق بص حطينها فوق اهي والحاجات الصلبة اللي هي صواني العملية محطوطة تحت ودايما خلي بالك ان هو لازم يكون فيه مسافات انا عايز اعرض اكبر قدر من الالات لعملية الستيم ماشي؟ بص كده هنا عشان الالات اقل فهو سايب مسافات كبيرة هنا برضو نفس القصة تمام؟ ده بالنسبة لو باكس كبيرة طب بالنسبة للبيل باوتش بتتحطي بالطريقة دي كده بتترصي بيحصل لها لودنج بالطريقة دي بشكل vertical بقى مش horizontal تمام؟ ويبقى الترتيب ازاي الوش الوش الالة بيقابل ظهر الالة اللي وراها ماشي؟ يعني كلهم بيبقوا في نفس الاتجاه وطبعا بيبقى بنبقى جايبين للأوتوكلاف زي stand كده او حامل بيخلي الالات وقفة بالطريقة دي كده وطبعا مملاش الاستقمع يعني محاول شامل التري بتاعت الاتوكلاف دي بالالات عشان انا اعرض اكبر قدر من الالات لها ايه؟ لعملية التعقيم تمام؟ طيب خلاص دخلت الالة او دخلت خلاص عملت اللودنج وشغلت الجهاز والالات خدت الدورة بتاعتها كاملة في التعقيم بنعمل بقى اللودنج بس لازم نستنى لما تبرد عشان لبت بقى طالعة صخنة اللودنج بيحصل فيه حاجة اسمها انسبيكشن انسبيكشن اللي ايه؟ بشوف اي قالة لو قالة فيها مية لو قالة الانديكيتور بتاعها اللي هو ما غيرش الكيميكا الانديكيتور الانترنال انديكيتور ما غيرش آلة حصل فيها يعني ايه؟ الباك بتاعتها تقطعت او يعني حصل فيها خرم او حصل فيها اي مشكلة كل ده بركينه على جنب بركينه على جنب بركينه على جنب تمام؟ طب الالات اللي طلعة سليمة كلها والانديكيتور مغير والالات طلعة نشفة والدينية زي الفل بحطها بقى ايه؟ بنخش المرحلة اللي بعد كده المرحلة بتاعت التخزين طيب في حاجة اسمها الفلاش سايكل او الامديتيوز ستيم السيرليزيشان سايكل ايه هي دي؟ الفلاش سايكل دي لو انا عندي آلة مفيش غيرها آلة واحدة بس وجد الدكتور يشتغل بيها راح توقع منه على الارض وبطن العيان مفتوحة باخد الآلة دي وبينزلوا بيها جارية على قسم التعقيم احنا عايزين طبعا عندهم لو ايه؟ لو هما عندهم ضمير يعني لو ما عندهم مش ضمير عادة الدكتور هيشتغل بيها ولا كيانا حد شاف حاجة يروحوا نازلين بيها قسم التعقيم واحنا عايزين نشتغل دي دلوقتي فطبعا بطن العيان زي ما قلنا ايه مفتوحة العيان على غرفة موجود على السرير على ضربية العمليات فبيستخدموا لها الفلاش سايكل دي هي اللي ثابت فيها الوقت بتاع التعقيم انك انت مثلا هتعقم عند 134 درجة لمدة 4 دقائق ولكن الوقت بتاع التكفيف والوقت بتاع انك انت يفضل ضغط ويرفع الحرارة والكلام ده بيقل تمام؟ طيب الفلاش سايكل دي بنستخدمها للآلات اللي يحصل فيها كده بس او في حالات الامرجانسي وبيبقى لها سجل خاص بيها بيبقى لها ايه؟ سجل خاص بيها بيتسجل فيه الفلاش سايكل دي ويبقى مكتوب كل الداتا السبب اللي احنا استخدمناه بيها من الاستشاري اللي طلب وطبعا الفلاش سايكل دي ما بتحصلش الا بموافقة مسئول التعقيم ومسئول العمليات لانها مسئولية تمام؟ طيب دكتور عظامو هيركب جوينت هيركب اي حاجة اي حاجة هتتزرع ما ينفعش استخدم فيها الفلاش سايكل خالص تمام؟ طيب انا شرفني الالة اللي انت عملتها دي معقمة لقدر الله عيان مات وحد دخل في المسألة قانونية ايه اللي يثبت ان الالات بتاعتك دي تعقمت؟ او انك انت بتعقم الالات الانديكيتور دي اللي هو القواليتي كنترول برو جرام في خسم التعقيم مركزين معايا مصحصحين معايا عشان الحتة دي هتلغبطنا شوي مصحصحين معايا ولاقي الكلام مصحصح 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 حلوة عندنا كذا نوع من الانديكيتورز لدينا Physical و Chemical و Biological Physical و Chemical و Biological كل واحد فيهم لي قصة و لي حكاية و لي رواية ماشي؟ طيب نخش على أول وحد Physical إيه Physical Monitor Physical Monitor ده البرينتة قوت اللي بيطلع مع كل لود مع كل سايكل بيعملها جهاز التعقيم كل دورة اشتغلت في جهاز التعقيم بيطلع لك برينتة قوت مثل ريسيد بتاع السوبر ماركت لما تروح تشتري حاجة من السوبر ماركت ليس بديك ريسيد كده فيه انت استخدمه اشتريت ايه وبكام هو زي كده الجهاز بيطلع لك برينتة قوت كده في كل اللي حصل في السايكل درجة الحرارة كانت كامل و خد وقت تكفيف قد ايه و خد وقت تعقيم قد ايه اعلى درجة حرارة وصل لها كام و قال لي درجة حرارة وصل لها كام تمام بتبقى طلعة زي ما انتو شايفين كده تمام اهم حاجة لازم انا بص عليها في الورقة دي هي كلمة بروسس اوكي دي بروسس اوكي تمام طبعا انا كل حاجة عندي بتخش الوتوبلاف لازم لها دفتر او لها سجيل لها ريكورد بيبقى مكتوب فيه الالات اللي دخلت في اللوت دي او في السايكل دي هنقول ان الدورة دي كان الدورة رقم واحد واحنا مدخلين فيها صنية العمليات اللي كدها كذا 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 تمام؟ بعد ما بتخش البتاع دي في الصنية دي بتخشه في الوتوبلاف وتتعقم بعد ما بيخلص الجهاز بيروح مطلع لك البرينت او دي فحضرتك بتروح واخد البرينت او ده تروح مدبسه في الدفتر ده مع السايكل دي تمام؟ اهم حاجة لازم الاقيها كلمة بروسس اوكي واللي عمل الدورة دي او العقم الصنية دي يمضي هنا وهي طبعا بتبقى طلع لك بالتاريخ وبالوقت تمام؟ دي او الانديكيتور يلا هو اسمه ايه اسمه الفيزيكال مونيتور ماشي؟ طيب نخش على الحاجة التانية الكيميكال المؤشرات الكيميائية عندنا كم نوع؟ عندنا ستة انواع من المؤشرات الكيميائية تمام؟ ستة انواع من المؤشرات الكيميائية من طيب 1 لطيب 6 طيب 1 ده البروسس انديكيتور او الاكسترنال انديكيتور فاكرين لما قلت لكم في البيل باوتش عليها من بره اكسترنال انديكيتور تمام؟ الطيب 1 ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه يعرفك مين الاقلة اللي دخلت اوتوكلافه ومن الاقلة اللي ما دخلتش نجي نبص عليه كده زي ده مثلا اهو ده ورق ده اللي انا بقولوك عليه ده ورق الكريب ده اللي احنا معقمين اللي احنا مغلفين به الصينية بتاعة العمليات شايفين الشريط المنبره ده او الشريط ده اللي هو البكرة دي هو ده الكسترنال انديكيتور او هو ده التيب 1 انديكيتور نحطه على الآلات منبرة هو بيبقى لون زي ما احنا شايفين كده بيبقى مخطط كده لون بنك او لون فوشيا لما يخش الوتوكلاف يطلع الخطوط الفوشيا دي يطلع لونها اسود فانت لو عندك ألتين متبكتين واحدة اللون اللي عليها بنك والتانية اللي عليها اسود يبقى اللون اللي عليها الاسود هي اللي دخلت الوتوكلاف وثانية هي اللي لم دخلتش هو ده الوظيفة بتاعته البيل باويتش بيبقى عليها من بره مربعات صغيرة المربعات مثلا لونها روز او لونها بينك برضو تتحول لبراون او تتحول لأسود معانا كده ان البراون دخلت والبنك دي ما دخلتش يبقى ده اول نوع اللي هو مين الكلاس وان او الطايب وان الطايب 2 حاجة اسمها البوي ديكتست البوي ديكتست ده ايه طايب 2 وظيفته ايه بيشوف كفاءة الجهاز في قدرته على ازالة الهواء الاريموفل وده بيستخدم مع البريفاكيام ستيريلايزر بس او بيستخدم مع البريفاكيام اوتوكلاف بس احنا قلنا المرة اللي فتت الاوتوكلاف في منه نوعين في حاجة اسمها بريفاكيام وفي حاجة اسمها جرافتي ديس بليسمينت البريفاكيام هو اللي بيستخدم معا ايه البوي ديكتست ده يعني ايه بيختبر الاريموفل احنا مش قلنا الجهاز لما بنجي بنقفل التري بتاعته او بنقفل الحلة بتاعته بيكون في هوا جوه مع الالات والجهاز لازم يتخلص من الهوا ده الاول علشان يدخل البخار المشبع علشان يعقم الالات هو وظيفة البوي ديكتست ده ان هو يعمل القصة دي البوي ديكتست ده بيتعمل كل يوم الصبح في دورة خاصة بيه موجودة على الجهاز اسمها بوي ديكتست تست الجهاز اصلا عاليه دورة خاصة بيه موجودة بوي ديكتست الدورة دي بتكون عند 134 لمدة من 3.5 الاربع دقايق الجهاز قريدي متسطة بعالي الدورة دي موجودة تمام بيتعمل كل يوم الصبح قبل ما نشتغل على الجهاز بشكله عامل ازاي اهو بص كده اللي على الشمال ده الانيكس بوزد ده ده هو شكله كده هي ورقة ايه فور زي ما احنا شايفين كده بيبقى عليها مع خطوط كده شكلها غريب يما بالشكل ده يما بتلاقيها عامل زي المتاهة كده على حسب ما انت بتشتري هو شركات كتير وانواع كتير والخطوط دي مش لازم تبقى زرقة وكتلاقيها اوف وايت ممكن تلاقيها صفرة وكتلاقيها جولد على حسب تمام بعد ما تخش الاتوكلاف وتطلع تطلع لك لونها اسود كده الخطوط كلها اسود ماشي ماشي طيب لو طلع نصها اسود ونصها ازرق زي ما احنا شايفين في الصورة العليمين دي معانا كده ان الاتوكلاف ده مش شغال كويس مش بيعمل الريموغل كويس لازم تطلع لي كاملة كده لازم تطلع ايه هموجينوس كده تمام طب بنعمل التست ده ازاي بنجيب الورقة بتاعت البويدك دي بنحطها هنا في النص بس نحط فوق ايها فوط وتحتها فوط بنحط كام فوطة هنا ستة وهنا ستة هي بتتحط بين الستة والسبعة ست فوط فوق وست فوط تحت بحيث ان الباك يبقى الطول بتاعها كله او الارتفاع بتاعها 11 من 10 ال 11 انش تمام طيب وبعد كده بنغلفها بقى بنغلفها كأن انا ايه انا بصعب ديني على جهاز الاتوكلاف عشان اشوف هو فعلا بيقى رفيع من الريموفل ولا لا طبعا دي برضو الطريقة النورمال في حاجات بتبقى جهزة في باكس جهزة يعني انت مش هتضطر ان كده تعمل الحاجات دي كلها وتجي فوق من تحت وفوق من فوق في حاجات في باكس جهزة حاليا دلوقتي انت بتاخد الباك تحطها في الاتوكلاف وتطلعها تفتح الباك وتقرى التست زي كده ماشي طيب بحط الباك تست ده فين الباك تست ده بيتحط في اضعف مكان في الجهاز في اضعف مكان في جهاز الاتوكلاف ايه اضعف مكان في جهاز الاتوكلاف عند الصرف الحتة اللي فوق الصرف بتاع الجهاز يعني دلدرينة هي بتاعت الصرف وتاعت الجهاز اضعف حتة في الجهاز هي الحتة دي فانا بحط الباك تست هنا عند الحتة دي كده تمام بيتعمل كل قد ايه كل يوم الصبح ده مين ده الكلاس 2 في نوع تاني من الكلاس 2 اسمه هليكس تست طب انا مفيش يعني ايه الايبك مش جاي بصير عنه بس انا هقولولكوا ايه للمعرفة يعني وانا مشتغلتش بيه قبل كده لانه دايما مش متوفر في مصر الهليكس تست ده مش بيشوف الانريموفل بيشوف الستيم بنتريشن قدرة الستيم بتاع الجهاز انه هو يخترق الباكس فبيجيبوا تيوبة كبيرة كده حوالي تيوبة يعني تيوبة رفيعة وملفوفة كده كده كتير ويحطوا جواها كلاس 6 انديكاتور ويشوفوا اللون بيتغير ولا لا لو اللون اتغير يبقى الجهاز ده ايه البنتريشن بتاعه حروة جدا تمام طيب النوع التالت والرابع والخامس والسادس دول اسموهم internal indicator internal indicators يبقى احنا عندنا external indicator اللي هو class 1 عندنا boidictist وعندنا internal indicators اللي هن 3.45 النوع ثلاثة ده طيب الانترنال انديكاتور د بيتحطوا وبيتحطوا مع كل الاء بالبيل باوتش او في الباك بتاعتهم بنحطوا مع كل آلة بنحط منهم واحد ايه يفرق 3x4x5x6 تلاتة ده بيشوف حاجة واحدة بس من الحاجات بتاعت التعقيم احنا قلنا ايه احنا قلنا الاتوكلاف بيشتغل بايه بحرارة وضغط وبخار هو بيشوف واحد من التلاتة دول يا حرارة يا ضغط يا بخار الكلاس فور بيشوف حاجتين يا حرارة وضغط يا حرارة وبخار يا ضغط وبخار الكلاس فايف وده احسن هم بيشوف التلاتة بيشوف التلات حاجات بتوع التعقيم الضغط والحرارة والبخار الكلاس سيكس يفرق عن الكلاس فايف ان هو بيشوف عند درجة حرارة معينة يعني بيشوف الضغط وبيشوف البخار وبيشوف عند درجة حرارة 134 او مية واحد وعشرين تمام عشان كده الكلاصفورة اسمه Integrated Indicator ادي اشكالهم ده كلاصفورة هو مكتوب عليه ده من شركة ستيريز تمام بنحطه مع الالة بيقول لك ايه بقى ان هو اللون الاساسي بتاعه ده الفوشيا ده الفوشيا ده لازم بعد ما الالة تتعقم يبقى لونه اصفر زي كده او لونه اورنج احنا انتعارفين احنا رجالة مش بنفهم في الالوان قوي يعني فعنا بالنسبة لي ده اصفر يبقى لونه اورنج زي ما احنا شايفين كده تمام ده مين ده الكلاصفور طب الكلاصففايف ادي الكلاصففايف الكلاصففايف ده بيبقى عامل ازاي بيبقى فيه هنا فيه كابسولة الكابسولة دي جوها حاجة زي الحبر لما الالة تتعرض لظروف التعقيم تروحوا الكابسولة دي تنفجر الكابسولة تنفجر يروح الحبر يظهر في الحتة الفاضية دي زي ما احنا شايفين كده ده بيفور وده افتر ادي الحبر اهو طلع اهو مالع الحتة دي ودخل في الحتة بتاعت الاكسبت لازم الحبر يوصل للحتة بتاعت الاكسبت دي لو فضل وقف لحد هنا وما وصلش هنا يبقى التست ده فيلد يبقى لا لا دي اعتبارها ما تعقمتش تمام دول والكلاص سيكس بيبقى نفس الطريقة كده نخش بقى على مين على الباشا التالت البيولوجيكال انديكيتور المؤشر الحيوي زي ما احنا شايفين ده شكله طيب هو ايه المؤشر الحيوي ده بيتكون من ايه جوه فيه ثلاث حاجات فيه سبورتز فيه بكتيريا وفيه ميديا للبكتيريا وفيه انديكيتور لونه بيتغير لما البكتيريا تاكل وتطلع بايبرودكس تمام يبقى ايه يبقى هو جوه فيه ثلاث حاجات هو فيه جواه كده فيه انبولة ازاز فيها الثلاثة دول او فيها اتنين فيها بكتيريا والميديا بتاعت البكتيريا ولو احنا شايفين كده فيه ورقة هاي لو انتو شايفين شكلها فيه ورقة شفافة هاي كده مش شفافة ورقة لونها بيضة هاي دي انديكيتور طيب الاسبورز اللي جوه دي نوعين لو انا باستخدم طريقة التعقيم بالاثيلينوكسايد او الدريهيت ودول مش هنستخدمهم في المستشفى باستخدم بكتيريا اسمها باسيلس اتروفياس طبعا مهم انك اتحفظ الاسم عشان نمتحان باسيلس اتروفياس طب لو انا باستخدم اوتوكلاف او باستخدم جهاز البلازمة باستخدم بكتيريا اسمها جيوباسيلس ستيرو ثيرموفيلس جيوباسيلس ستيرو ثيرموفيلس ماشي انا الود ود والله ما تحفظوش الاسماء دي بس للأسف يعني بتيجي في الامتحان فانتلاح لازم تبع عارف ان الباسيلس اتروفياس دي بتاعت الاتيلينوكسايد والدريهيت والجيوباسيلس دي بتاعت مين بتاعت الاوتوكلاف اللي هو الستيم او بداعة الهيدروجين بروكسايد جاس بلازمة تمام طيب هو ايه اللي بيحصل انا دلوقتي قلت ان الستيرولايزيشن هو قدرة الجهاز على انه يموت كل الفورمس بتاعت المايكروورجانيزمز فانا جايب للجهاز سبورز علشان يموتها عشان اعرف ان هو فعلا شغال بيعمل استيرولايزيشن هي دي الفكرة طيب بعمل التست ده ازاي طيب انا مش جايب ماشي بعمل التست ده ازاي بروح باخد الفيال ده ده حطه جوه الاوتوكلاف وشغل دورة عادية خالص 121 او 134 وروح مطلع الفيال ده وروح عامله كراشنج يعني عامله انا قلت جواه في ايه هو من بره بلاستيك ولكن جواه فيه انبولة فيها الاسفورز والاكل بتاعها او الميديا بتاعتها اروح دايس عليها عشان اخلط الاسفورز بالانديكيتور اللي موجود بره والله لو الميديا دي لو البكتيريا دي ماتت يبقى مش هتاكل الميديا او مش هتتغزى على الميديا اللي موجودة جوا فبالتالي اللون هيفضل بنفسيجي زي ما هو كده هو لونه بنفسيجي هيفضل اللون بنفسيجي زي ما هو لا البكتيريا عيشة ما ماتتش والجهاز ما موتاش لما حطها في الحضان بحطها في الانكيوبيتور يعني انه بعد ما طلعوا من الجهاز وعملوا كراشنج بحطوا في انكيوبيتور بحطوا في حضان عند درجة حرارة 55 عشان الاسفورز يحصل لها جروس والله الجهاز ما موتاش هتلاقي البكتيريا ايه حصل لها روبليكيشن وبدأت تتغزى على الميديا اللي موجودة وتفرز باي برودكس وبعد كده ايه اللون يتغير بدل ما كان لونه بنفسيجي يبقى لونه أصفر تمام؟ ناشي؟ نقول تاني البيولوجيكا الانديكيتور ده بيتكون من 3 حاجات بيتكون من بكتيريا من بكتيريا الاسفورز وبيتكون من ميديا عشان البكتيريا تتغزى عليها وبيتكون من انديكيتور لونه بيتغير لو البكتيريا دي عايشة فانا بعمل ايه؟ باخد الانديكيتور ده دخله جوه الجهاز وشغل عليه دورة عادية خالص كياني بعقم آلات وطلعه بعد ما الدورة تخلص واعمله كراشنج ادوس عليه أكثر الفايل اللي جوه اللي فيه البكتيريا والميديا عشان نخلطها مع الانديكيتور والله لو الجهاز موت الاسفورز مش هيحصل لها اي جروس ومش هتتغزى على الميديا فهيفضل اللون بانفسيج زي ما هو بعد ما حطها في حضان عند درجة حرارة خمسة وخمسين لمدة تمانية واربعين ساعة اطلعها من الحضان بعد تمانية واربعين ساعة لأيها لونها بنفسيج زي ما هي ما حصلش اي تغيير طب لا لو الجهاز مش شغال كويس وما موتش البكتيريا هحطها في الحضان تمانية واربعين ساعة اشيلها من الحضان ألاقي لونها بقى أصفر ليه لونها بقى أصفر عشان البكتيريا عايشة ما ماتتش فبالتالي كالت اتغزت على الميديا اللي موجودة معاها وطلعت باي برودكس واللون بتاع الانديكيتور اتغير بدل ما كان بنفسيجي بقى أصفر دي فكرة عمل البيولوجيكا الانديكيتور طيب أنا علشان اتأكد من القصة دي بعمل حاجة اسمها بوزيتف كنترول يعني ايه بوزيتف كنترول يعني انا لازم اتأكد ان الميديا أصلا مش جاي أو الاسبورز دي اصلا مش جايالي ميتة من الشركة يعني انا عايز اعرف هو الجهاز هو اللي موتها ولا هي اصلا ميتة بروح اعمل ايه بعمل حاجة اسمها بوزيتف كنترول انا مش حطيت في واحدة في الجهاز بس ايب واحدة برا الجهاز وحطوهم الاتنين في الحضان صح كده ماشا يا جماعة انا دلوقتي عندي اتنين واحدة دخلتها الجهاز واحدة مدخلتهاش الجهاز اللي هي البوزيتف كنترول المفروض عندي ثلاث احتمالات عندي ناس سؤال ربنا نستر تمام عندي ثلاث احتمالات الاحتمالي الاولاني ان اللي انا دخلتها للاوتوكلاب يبقى لونها بنفسجي واللي ما دخلتهاش للاوتوكلاب يبقى لونها اصفر معنى كده ايه بتعمل كل اسبوع يا دكتورا بتعمل مرة كل اسبوع نفهم بس الاول هقولك بتعمل كلها دي وبتعمل ازاي انا دلوقتي واحدة دخلتها الجهاز واحدة ما دخلتهاش الجهاز اللوجيك بيقول ان اللي دخلتها الجهاز دي هتفضل بنفسجي زي ما هي بعد ما احطها في الحضان هتفضل بنفسجي زي ما هي واللي ما دخلتهاش الجهاز دي معناها ان البكتيريا ما ما تتش صح كده فلازم لونها يتغير اصفر يبقى لازم البوزيتف كنترول يبقى لونه اصفر والتست يبقى لونه بنفسجي ده الايديال ودي أول احتمالية معنا طب تاني احتمالية إن اللي اتنين يبقى لونه مصفر اللي اتنين يبقى لونه مصفر معنى كده إيه نين يقول لي بالضبط كده الجهاز ما بيعقم صحة كده الجهاز معقمش كويس هو معقمش غالص الجهاز خربان البكتيريا طلع لونه مصفر يعني البكتيريا عايشة وابتاكل ميديا معنى كده إن الجهاز ما موت هاش تمام نبقى ده الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث إن اللي اتنين يطلع لونهم بنفسجي معنى كده إيه بالضبط كده إن الكنترول مضروب بالضبط كده البكتيريا ميتة من الأول أو ميتة من الشركة ممتاز جدا يبقى أنا عندي ثلاثة احتمالات أنا أول احتمال هو ليهمني إن هو اللازم اللي يطالع من الجهاز من الأوتوكلاف يبقى لونه بنفسجي والكنترول يبقى لونه أصفر ده الاي دي لو اللي اتنين أصفر التوم يبقى الجهاز ما بيعقمش لو اللي اتنين بنفسجي يبقى أنا أصلا جايب ميديا اسمه ده سبورز ميتة اساسا تمام طب لقدر الله لقيت الدنيا كده لقيت فعلا الجهاز مبيعقمش الجهاز ده يقف عن العمل وتبلغ الصيانة يعملوله صيانة وتيجي تختبره اختبره ازاي نقول طيب السؤال بتاعة دكتورة حليمة دكتورة حليمة بتعمل أتليست ويكلي أتليست يعني على الأقل مرة في الأسبوع ولكن الأيديا اللي نحن نعمله كل يوم طبعا التست ده دلوقتي غالي جدا ومش متوفر قوي فيعني نعمله بتلي ونعمله إمتى تاني فين لو عندنا إمبلانت لو عندنا آلات زرعة أو آلات أنا هستخدمها في عملية زرعة لازم أعمل معاهم أحط معاهم بيولوجيكا الانديكيتو ما بكتفيش بالكيميكا الانديكيتو وإمتى تاني بص بقى لو الجهاز حصل له إنستيليشن يعني أنا لسه مركبه نفس الحوار بتاع الغسلات أو ري لوكيت اتغيرت مكانه أو حصل فيه مال فانكشن فبالتالي عملت له ميجور ريبير عملت فيه إصلاح تمام أو البروسيس الستيريليزيشن بروسيس فيلد يعني طلعت لك البرينت آود بتاع الفيزيكا المونيتور بيقول لك إن البروسيس نوت كومبيليتد ساعتها هعمل إيه للجهاز ده هعمل ثلاثة هعمل ثلاثة اختبارات بيولوجيكا الانديكيتو ثلاثة ورا بعض واحد ورا واحد ورا واحد ثم اعمل لو طلعوا باس اعمل ثلاثة بويدك واحد ورا واحد ورا واحد طلعوا باس برضو يبقى خلاص أرجع الجهاز تاني للخدمة لا حاجة في دول فشلة باز ما نفعتش يفضل الجهاز متوقف عن العمل لحد ما نشوف المشكلة فين وينجح في الثلاثة بيولوجيكا لوينجح في الثلاثة بويدك تمام طيب أنا كنت بقول ليه هنا حلو الكلام طيب لو كنت عايزة أقول حاجة بس نسيت ازاي بنعمل الباك او التشالينج باك بتاعته برضو نفس القصة اللي احنا عملناها في الثلاثة بنعملها هنا بنحط بس هنا بقى مش بنحط ستة وستة بنحط تمانية وتمانية ثمن فوط من فوق وثمن فوط من تحد وهو بتحط بين الثمنة والتسعة ماشي او نفس القصة برضو بيتحط بنشتري باك جهزة في باكس جهزة بتبقى موجودة بتتبع في الشركات بنعمل بيها القصة دي طب ريكول دي حاجة مهمة جدا يعني يعني لو انا عملت البيولوجيكا الانديكيتور ولقيت ان هو طلع بوزيتيف يعني اللي اتنين طلعولي اصفر يبقى كده الجهاز فيه مشكلة اعمل ايه اروح مبلغ الاقسام ان هم يجيبولي ايه حصل ابلغ الاقسام ان هم يجيبولي كل الالات اللي عندهم متعقمة من امتى من اخر بيولوجيكا الانديكيتور اتعملوا كامباس يعني انا لو بعمله كل اسبوع لو انا مثلا النهاردة الاثنين لو انا بعمله كل اتنين وجيت النهاردة الاثنين اهو عملت البيولوجيكا البتاعي وطلع نوت باس وطلع لونه اصفر اروح مبلغ الاغسام هتولي كل الالات اللي انا عقمتها لكم من الاتنين اللي فات من اخر بيولوجيكا الانديكيتور انا عملت طب لو فيه الالات اشتغلوا بيها مع العينين نتابع العينين دول هناخد الداتة بتاعتهم واسميهم وانتبعهم لو حد ظهر عليه اي اعراض انفكش تمام ده اسمه ايه ده اسمه ريكول طيب الريكورز بتاعتي انا قلت كل شي اقول ايه فيه سجل مش عارب بايه وسجل بايه نقولهم بسرعة كده متجمعين مع بعض الاول ايه المعلومات اللي انا بكتبها على الالات المعقمة الالات المعقمة بكتب عليها ايه بكتب عليها تاريخ التعقيم تاريخ انتهاء التعقيم لو انا البلد عندي بتنص على ده يعني احنا عندنا في مصر يقولك مدة الرولات شهر اللي هي البيل باوتش اللي هي الرول اللي نقولتلك عليه البيل باوتش ده المدة بتاعته دكتورة دعاء تمام احنا في الستقيم 129 واحنا بدقين تقريبا من 68 يبقى اللي بنكتب عليه التاريخ التعقيم وتاريخ الانتهاء الحاجة التانية بكتب عليها رقم السايكل هو انا لما قال لي record stopped وبصيت عليه لقيته شغال لان انا بعمل record على الكلاود مش بعمل record على البي سي طب استاني كده هجرب تمام كده لسه شغال طيب بكتب عليه تاريخ التعقيم وتاريخ الانتهاء وبكتب عليه رقم السايكل اللي انا عملتها انا مثلا بتتلاف عندي النهاردة اللي عملت عليه خمسة سايكل عشان اعمل التريسنج بعد كده علشان لو حصل ريكول اعمل ايه ولا يهمك دكتورة دعاء دورتين بكتب رقم السايكل اللي دخلتها ولو عندي اكتر من جهاز بكتب بكتب رقم الجهاز وشان ابقى عارف ان الالة دي اتعقمت يوم 20 11 20 23 في السايكل رقم 3 في الجهاز رقم 1 تمام واللي عقمها يحيى اللي هو الكود بتاعه 250 تمام كل الداتا دي لازم اكتبها على الباك بتاعت التعقي الباك بتاعت الالات المعقمة طبعا الكلام ده ساعات ما بنشوفوش تبقى الالة متبكتة ومتعقمة ومفيش اي داتا عليها مش اي داتا تعرفك اي حاج عليه ممكن ما تليش كواها internal indicator الكلام ده طبعا مش صحيح وفي اماكن تانية بنشوفها بنلاقي فيها ان عملية الطباعة دي بتحصل بمكانة المكانة اللي بتعمل ceiling اللي بتلحم او بتغلف الالات اصلا بتطبع لك automatic data اللي انا بقول لك عليها دي ماشي طيب الريكورز بتاعتي لازم يكون عندي سجل لاستلام الالات مش احنا قلنا في قسم الايه قسم الاستلام بتاع الالات يكون عندي ريكورد يكون عندي سجل او دفتر بسجل في الالات اللي انا استلمتها استلمتها كم الالة بالعدد بتاعهم باكوادهم مين اللي استلمها مين اللي سلم هاني القسم اللي جاي منه الالة تمام طب لو جايا له سنية عمليات المفروض انها فيها 40 قطعة وانا لقيتهم القسم اللي جاي اللي منه الالات لان الالة دي ممكن يكونوا ناسين هبطنا عيان او ممكن يكون ضاعت عشان كده اول ما بستلم الالات قبل ما اعمل فيها اي حاجة بيفرزها لو فيه الالة نقص عشان ميقولوليش انت اللي ضيعتها او ما يكونوش ناسين هبطنا عيان بيس انت اليفنت طبعا الحاجة التانية ان انا لو فيه الابايزة الامكسورة مثلا ما يقولوا ليش انك انت اللي كسرتها لما عقمتها او لما غسلتها يبقى لازم الاستلام يكون معاه فرز طب الالة الابايزة دي ها اعمل فيها ايه مبلغ مسئول الصيانة او مسئول البيوميديكال انا عندي اه لحالتها كذا كذا اعمل فيها ايه هو بقى يرجع للشركة ممكن الشركة تقوله هاتهل نحنا هنصلحها فتسأل سؤال تاني ادخلها اقامها ولا ابعتها لكم زي ما هي كنت مينيتد هم بقى زي ما يقولوا لو قالوا لك لا والله انت لو صلحتها هتبوص خالص ابعتلنا زي ما هي كنت مينيتد ابعتها بتاعد المنظف الانزيمي وعندنا سجل تاني بتاع الانديكيتورز بتاعد الووشورز المونيتورونج اللي بيحصل له خلصنا الارية بتاعد الكلينج يخش على الارية بتاعد المنظف اللي بتاع التسليم وعندنا سجل بتاع البيولوجيكا الانديكيتور تمام في الاريا بتاع التخزين بقى عندنا السجل بتاع ايه السجل بتاع التسليم بتاع الالات ماشي طيب الستوريج الاريا اخر خلاص يعني اخر سيكل في القصة بتاع التعطيم هي ايه التخزين بتاع الالات قلنا الالات دي لازم تتخزن في اريا وز بوزتف اير بريشور ولازم نلتزم بشروط التخزين اللي هي ايه ان انا بخزن 45 سنطي من فوق من السقف و20 سنطي من الارض و5 سنطي من الحيط دي القواعد بتاعة التخزين سواء كانت الالات او اي حاجة عندك في المستشفى اي مخزن عندك في المستشفى دي شروط التخزين بتاعتك 40 سنطي من فوق 20 سنطي من تحت 5 سنطي من الحيط لشان تحافظ على الارفلو والارسلوكيوليشن حوالين الالات وحوالين الالات الحاجات اللي انت مخزنها لو عايز تحفظ بالانش يحفظ 18 انش من فوق 8 انش من تحت 2 انش من الحيط تمام تمام طيب برضو بنخزن الالات في حاجات مقفولة عشان لو حصل اي مشكلة في في مثلا او في نظام التهوية ولقيته مرة راح طلع غبارة او طلع تراب ما ايه ما يلوس لكش الالات فيفضل ان احنا نحفظ الالات بتاعتنا المعقمة في باكس او في كونتينر زي مقفولة تمام الحاجات التييلة ما نحطهاش فوق نحطها في النص عشان تزبط الدنيا ما تقعش ما تكسرش مثلا الستاند اللي انا مخزن عليه واهم حاجة ان انا استخدم الفيفو الفيرست ان فيرست اوت يعني الحاجة اللي تاريخ التعقيم بتاعها البدري هي اللي تتحط في الاول عشان ما سيبش الحاجات ايه تطلع اكسبايرد فبخزن فيرست ان فيرست اوت ماشي طيب انا جيد في الحتة بتاعت التاريخ الصلاحية بتاعت الالات المعقمة وقلت ايه قلت لو البلد عندك بتنص على ده احنا عندنا في مصر او القصة بتاعت الالات اللي انا عقمتها دي تفضل معقمة لحد ايه فيه في الموضوع ده مدرستين مدرسة الـ ومدرسة الـ ومدرسة الـ وفيه دول كتير غير مصر يعني ان احنا محددين انك انت الالات بتاعتك دي تبقى الصلاحية بتاعتها شخر ماشي فيه دول تانية زي المملكة مثلا يقول لك لا الموضوع هو event related sterility وهو ده دلوقت للجايدلين زي ماشي علي اشانا بقى صادت يعني يعني ايه event related sterility يقول لك والله الالة طالما كلين وانت محافظ على ظروف التغزين اللي احنا قلناها من شوية حضطها في positive pressure وحضطها في في كنتينر زي مقفولة ومتحركتش من قسم القسم ومحصل لهاش مش عارف اييي800 прокك بطريقة او باخرة هى الث tastet hören تمام يبقى لا اسمه coisas Abend related sterility ماشي طوما ثيرiry back processing ها ليس ض족 نجي علي اخر شي في محاضرة اليوم هي مين هي القصة بتاعت الـ High Level Disinfection اللي بيحصل في قسم التعقيم المركزي استأذنكوا بس لاحظة واحدة القصة بتاعت الـ High Level Disinfection أو تطيير عالي المستوى في قسم المناظير أول حاجة بنعملها هي الـ Pre-Cleaning مش احنا قلنا هناك فيه حاجة اسمها Point of Use Cleaning هنا الـ Pre-Cleaning بيكون على رأس العيان يعني ايه على رأس العيان يعني بعد ما بيخلص شغل بالمنظار في ساعتها لازم المنظار يتمسح من بره سطح الخارجي بتاعه بمنظف إنزيمي أو باستيريل سلاين أو باستيريل ووتر على حسب برضو ما الشركة بتقول عشان نشيل أي حاجة موجودة على المنظار من بره ما تنشافش وبعد كده بنعمل له حاجة اسمها Leak Testing ايه هو Leak Testing ده اختبار التسريب المنظار ده فيه ايه فيه Channels فيه قنوات فيه تجاويف فيه قناة كبيرة فأنا خايف إنه هو يكون مخروم وبيسرب باكده بيحصل كلينينج الأول بيحصل المانيوال كلينينج اللي احنا قلنا عليه إن أنا بنقع المنظار في منظف إنزيمي وبضخ في القنوات بتاعته منظف إنزيمي برضو تمام؟ ده بعد ما يطلع كويس ما فيهوش Leak Testing لو فيه Leak Testing الجهاز بايه المنظار ده بيقف بيتريكن عشان الشركة تيجي تصيينه ماشي؟ طيب يا إما بيحصل وبعد كده بيحصل مانيوال كلينينج وبعد كده بيحصل Automated Disinfection اللي هي في الغسالات اللي أنا قلت لكو عليها مش عارف إنه زي ما جبت الشرطة الغسالة والله طيب ما علينا بيتحط الجهاز في الغسالة الغسالة بقى هي زي ما قلت لكم كده هي اللي بتنقع في منظف إنزيمي تاني بيبقى فيها تحت في الغسالة من تحت كده فيه جيركنين جيركن بتاع المنظف الإنزيمي والجيركن تاني بتاع الكحول وبيبقى متفض فيها السايدكس اللي هو High Level Disinfectant اللي هو Gluter Aldehyde أو السايدكس OPA الأورسوفيثالدهايد لو أنا بيستخدم ده أو بيستخدم ده والحضاء والغسالة بعد ما تخلص الغسيل بعد ما تخلص الكلينينج تروح تصرف المية بتاعة الغسيل دي وتروح ما تطلعه السايدكس وهو المنظر بيبقى متوصل في وصلات كده في الغسالة على حسب القنوات اللي فيه عشان يضخ السايدكس ده برضو جوه القنوات جوه للشانيلز بتاعة المنظار تمام ويتساب الكونتاكت تايم اللي هو مثلا 12 دقيق أو 20 دقيق أو سايدكس عادي وبعد كده الغسالة بتعمل رنز بتعمل شطف وبعد كده بنخزن المنظار بنخزن المنظار فين أنا بص كده بيقولك ها هو بتستخدم لو استخدمت الجلوتر اللي هو السايدكس بتخدمه عن درجة حرار 25 من 20 إلى 90 دقيق غالبا الناس بتستخدم مثل 9 ساعة تمام لو استخدمت الوشر بيبقى زمن أقل بيبقى حوالي 5 دقيق بس اهي اهي ده شكل الغسالة اهي ماشي ده شكلها المنظار بيتحط هنا شايفين الحاجات اللي في الزوايا دي هي ده الوصلات اللي بتوصل فيها المنظار عشان القنوات اللي جوا بيتحط المنظار بيتلف يتحط هنا كده ويتقفل الباب ده وليها برنامج بيتزبط وهنا من تحت في الحتة دي بيبقى محطوط الجراكن اللي فيها المنظف الانزيمي وفيها السايدكس وفيها الكحول وبيتزبط البرنامج بتاعه وهي بقى ايه تشتغل تغسل المنظار الاول بعدين تنقعه هنا تطلع السايدكس هنا ايه وتنقع المنظار كله من اول واخر بالقنوات بتاعته بتدخل فيها مين بتدخل فيها السايدكس وبعد كده تصرف وبعد كده ايه تشطف الشطف النهائي ياما بالكحول ياما بستيريل ووتر ياما بمية عادية وبعدين كحول لان اخر حاجة لازم تبقى استيريل يعني لو بتجيب استيريل ووتر يبقى دي اخر حاجة خلاص بتستخدم الكحول لو بتستخدم مية عادية هتبقى مية عادية وبعدها هدور الكحول تمام طيب السايدكس اللي انا بستخدمه بستخدمه مدة قد ايه اهي بص بيقولك استخدم الكحول عشان انت رأينك الفلاش الاخير وبعد كده بنخزن المناظير زي ما احنا شيكفين كده المناظير لازم تتخزن بشكل في مخزن خاص بيها والدولاب بتاع المناظير ده بتبقى الشركة هي اللي جايب لك المناظير هي اللي مصنع لك الدولاب ده ليه عشان هي اللي عارفة الطول بتاع المناظير بتاعتهم تمام فهي بتبقى المنظر ما ينفعش بقى متني لو التانى هي بوز فلازم يبقى ايه نحطط بشكل عمودي كده مفروض من اول و الاخر بتتخزن المناظير كده ايه في الدولابات اللي خاصة بيها دي او الكنتينر اللي خاصة بيها لحد ما نيجي نستخدمها داني لما بنيجي نستخدمها قبل ما بنستخدمها بنعمل لها دورة كحول تمام عشان لو حصل ايه كنتمانيشن كده ولا كده تمام طيب برضو الـ يعني ليه كواليتي كنترول ليه مونيتورين برضو مش احنا خدنا مؤشرات في التعقيم وخدنا مؤشرات في الغسيل وخدنا مؤشرات برضو التطهير ليه مؤشرات بيجي لك مع الـ زي ما احنا شايفين كده مؤشرات برضو بتقيس ايه بتقيس التركيز بتاع السايدكس لو هو السايدكس احنا بنستخدمه لمدة كم يوم بنستخدمه لمدة 14 يوم بس يعني جاست انك انت حطته في الغسالة بتستخدمه لمدة 14 يوم فقط فانت من كتر ما بتستخدمه ممكن التركيز بتاع السايدكس نفسه يقل فيكون اصلا ما بيطهرش فاحنا بنستخدم الستريب ده دي جواها زي الانديكيتور زي شرايط بنروح واخدين واحدة وحطنها في السايدكس بنسيبها ثانية واحدة بس ونطلعها وبعدين نشوف اللون هيبقى ايه والله اللون هي انا مش فاكر والله هي جوا بيبقى لونها ايه بيبقى لونها غالبا ابيض او بيبقى لونها لون اللي تحت ده يبقى السايدكس ده ماينفعش السايدكس ده بايز لو طلعت شوية كده وشوية كده زي ما احنا شايفين كده هنا برضو نفس القصة بايز لكن لازم لونها يتغير لللون ده لللون البنفسيجي ده او ده موف ولا البنفسيجي ولا بتنجاني مش عارف لللازرق خلينا في اللازرق تمام طبعا ده الاختبار بتاع السايدكس بتاع السايدكس باي نيم لكن الجلوتر ألديهايد او الأرثو في سالدهايد ليه شركات تانية كتير فممكن تلاقي انت فيه ثلاث ألوان مختلفين فاتت بتمشي على الشركة المصنعة ده السايدكس أوبي اللي هو الأرثو في سالدهايد ده الطريقة بتاعت الاختبار بتاعته ماشي يا جماعة الخير وده طبعا لازم يكون documented يعني انت بتسجله عندك شهر بشهر تمام في عندنا شدة السلعة التعقيم نحلهم مع بعض ان شاء الله في محضرات المراجعة ماشي أنا كده خلصت يا رب تكون المحاضرة كانت سهلة أنا حاولت سهل بغضر الإمكان والله فلو عنده أي سؤال أنا تحت حصل هاديكم كده يعني هنخلص كده جزء هاديكم رست اسبوع مثلا بحيث انكم انتم لو حد لسه ما ذكرش كويس او حد عايز راجع حاجات تاني كتير هاديكم اسبوع رست علشان تلحقوا تراجعوا تاني او تذكروا تاني يعني احنا هناخد الثلاث محاضرات الجايين ان شاء الله هم هبطوا الانفيرومينت الكلين او الانفيرومينت او الانفيرومينت اوف كير وهديكم اسبوع راحة وبعدين ناخد محاضرة ربنا يعينك دكتور او ويصال معلش انا عارف طبعا ان احنا كلنا يعني موضوع ان احنا بنذاكر واحنا بنشتغل او بندرس احنا بنشتغل ده موضوع صعب ده تحدي كبير يعني احنا لازم يعني انا بعذركم طبعا لان انا زي زي انا نفس القصة بشتغل وبذاكر وبدرس وبتاع فعارف ولكن احنا الكورس بتاعنا مكسف شوية علشان المنهج اصلا كبير يعني المنهج بتاع الايبك الايبك هو 125 شابتر برا البيت جوا اللي هتدخلينا في السياسة دي دكتور حليمة ايه دي على قسم امين بقى لا 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 هو المحاضرات دي اصلا ملخصة من الايبك المحاضرة تلخيص الايبك تمام لازم نرسلهم على cssd لو عندي قسم اسنان في المستشفى لازم الالات تروح قسم التعقيم المركزي طالما عندي قسم تعقيم مركزي في المستشفى كل الالات لازم تتعقم فيه ما ينفع شي ان انا اعقم الة في قسم التعقيم الا القصة المناظير اللي انا اقول لكم عليها دي المكان الوحيد اللي 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 مسمح فيه بالتطهير عالي المستوى هو المناظير لكن وليس التعقيم كل الالات في كل اقسام المستشفى تتعقم في قسم التعقيم المركزي زي ما قلت لحضرتك لازم تبقى في closed container ولازم يبقى مرشوش على الالات enzymatic detergent قلناها في اول المحاضرة طريقة النقل بتكون في closed containers ويا حبزة لو احنا حطينا closed containers دي جو closed cards كان عربيات مقفولة جواها الcontainers المقفولة اللي فيها الالات ويا حبزة لو خلينا time معين او خلينا busway معين او اماكن معين corridors معين للحاجات ال dirty دي دكتور نادل بيقوله المناظير في طهر بقسم المناظير اه طبعا بيبقى فيه غرفة في قسم المناظير لتعقيم وتطهير وتخزين كمان بيبقى فيه غرفة التخزين لان المناظير دي لو انت قسم التعقيم بعيد عن قسم المناظير المناظير دي هده بهدل بيبقى فيه البيوهازرد بيبقى فيه غرفة للغسيل والتطهير البيوهازرد باكز ماينفعش يا دكتور لان هي الالات لو حد هتقطعها فلازم تبقى حاجة ريجد يعني انت ممكن تحطوها في البيوهازرد باكز وبعد كده تحطيها في كونتينر مقفول الكونتينر مقفول ده ممكن يبقى عارفين علب التلاجة العلب الشفافة الكبيرة دي اللي هييد من فوق ينفع دي تنفع اهم حاجة انها تبقى مقفولة تبقى ريجد ايه اتاك البوكس الاحمر ما عارفوش اصدك السيفتي والايس بوكس لو الايس بوكس ينفع عفوش يا دكتور تحتامرك طيب حد عمدوا السئلة تانية المناظير الجراحية يا دكتور نادر لازم تروح تعقيم المناظير الجراحية ما ينفعش لها high level disinfection هي والادوات بتاعة العينات بتاعة المناظير المناظير flexible الادوات اللي بناخد بها العينات برضو لازم تروح تعقيم ما ينفعش دولة يتطهروا في sidex طيب عندنا سؤال تاني بيقولك التنظيف والتعقيم عليهم مخلفة داخل العيادات تتنقل بواسطة kidney dish control مش فاهم بصلاح دكتور ابتهال اهو تمام مش شكرا نباشا طيب فيها سئلة تانية اشترك نباشا 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 اشترك طيب خلاص احنا كده ما عندناش اسئلة تانية ويزاكم دكتور نادر تمام خلاص احنا كده خلصنا نتقابل ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي المحاضرة جديدة عن الانفيرومنت اوف كير هنتكلم بقى على القصة بتاعت الانفيرومنت الكليننج زي بيحصل المية بتاعت المستشفى والهوى بتاعت المستشفى والاسطح والويست كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه في الثلاث محاضرات الجايين وبعد كده هناخد بريك نريحكم كده محاضرة ولا محاضرتين وكده ناخد محاضرة مراجعة ان شاء الله تمام اشوفكم على خير ان شاء الله الليلتكم سعيدة تصبحوا على خير